بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمات نتمنى اللي تيشوف هذا الفيديو يكون بخير وعلى خير وصحة جيدة إن شاء الله غد نحط واحد لصفة خاصة إن شاء الله الفسخ وإبطال ونزولوا التقاف كانين بعد الناس متقفين على الزواج كان الناس المتقفين على الأزواج ديالهم كان الولد المتقف على العمل كان البنت المتقفة ما عندها لا زواج لا عمل حتى حاجة ممسك دالها تتبغي تدير أي حاجة ما تقدرش توصفة تقدر تشري لها المكونات ديالها ولكن ما تقدرش تدير حتى وصفة عندها عياء شديد عندها خمول عندها نفور من الناس تبغي تبقى بوحدها تبغي البنت تبقى بوحدها منفردة غير تتخمم وتتقول أنا مالي في هذه الحالة أما المرأة اللي عندها مشاكل مع الزوج ديالها عندهم نفور عندهم تقاف إما تقاف عني الأولاد ما تيجيبوش أولاد وإما تقاف تيكون عندهم على الفراش أو تقاف تيكون مرة يتحلوا مرة يتقفوا على بعدياتهم تيكون سحر والسحر تيجد نفسه خدام السحر تيجدو هذك السحر في المنام الولد اللي خدم وشوية جلس من الخدمة تقفو على العمل ما بقاش يبغي يمشي الخدمة ما بقاش يبغي يشتغل لأنه إما تخطى شي حاجة في العتبة وإما داروا لي شي حاجة في الصور ما بقاش يبغي يمشي العمل حتى إلا بغي يمشي العمل تيتقف عني الشغل ما تيبغيش يشتغل ولما تيتقبلش لأنه عنده طاقة هذك الطاقة اللي عنده في الجسد دياله السحر التقاف السحر المنع هو اللي مسبب له هذك هذك الحويج اللي تيدلو لي تعريض عني العمل التعريض عن العمل هو التقاف التقاف اللي تيتقفو أي حاجة بنت تتكون تقفات أمها أو تقفات أمها بشي مكون ونسات الأم انسات أنها فين دارت هذك المكون أو هذك الحويج اللي تقفات فيهم هذك البنت أو الأم ماتت أو جدة ماتت والبنت تتبقى ضائعة ما بين هذك الحويج اللي داروا لهم الحويج اللي دارت لها جدها أو دارت لها همها إذن التقاف هو التقاف هو المنع المنع اللي تيدلو لك على العمل وعلى الزواج هو على الإنجاب وعلى البنت متزوش أو المرأة تيكون عندها نفور بينها وبين الزواج ديالها لأنه إما هو يكون التقاف على المرأة وتيوقع الصداع وخا يمشي يبغي بتطلو ذك شي تيكون ذك شي صعيب تيصعب عليها ذك الأمر تيصعب عليه ولكن بعد الأحيان تدير غير شي حاجة بسيطة وربيت يحل تيحل هذا التقاف من عند الله ولكن غادي نعطيكم واحد سيغة عشوب مغربية مئة في المئة الفاسوخ المغربي لأنه الفاسوخ المغربي كان غير في المغرب أغلبية الفاسوخ المغربي كان في الجزائر تونس تونس الجزائر كان الدول المجاورة عندهم الفاسوخ ولكن إما حجر وإما خشب إحنا عدنا عدنا معلك بحل العلكة كي الأبيض وكي الأسود هذا الفاسوخ راه هو فيه الأبيض وفيه الأسود مع أم الناس ولكن كيفاش غندير لهم وكيفاش غنستعملهم وكيفاش غادي إن شاء الله نبطل بهم أول حاجة تدحي تدحي التصداع وتدحو التقاف وزوين في القبول ولكن الفاسوخ يفسخ القديم الجديد ولكن مع قراءة القرآن لإبطال السحر السحر الأسود السحر التقاف السحر المنع السحر اللي تدروا البنت عن الزواج إذن غالي ناخدو هذه الثغة إن شاء الله ونتوكلوا على الله لأن التوكل على الله في كل الأمور فيها خير وبركة كان بعض الناس تشكوا في الأمر ولكن بعض الأمر من تكون إنسان تتعرض للسحر تكتشف بأن السحر حق والعين حق الألم تحس به غير مولى لإنسان اللي عنده واحد الألم تحس به غير هو ولكن إنسان من تقول لي عنده واحد مشكل خاصه يجرب كل شي ما عرفتش علاش غدي تحل ما عرفتش علاش غدي ربي يجي بسبب سبب عبدي وننعينك ولكن القرآن الكريم القرآن الكريم غير بوحده هو يفسخ السحر ولكن مع مكونات عشوب يطردون العوارد دي السحر شياطين السحر إذن غدي ناخد الفاسوخ وناخدهم جوج إما الأبيض ولا الأسود وناخد أم والناس غدي نقرأ لهم الفاتحة إن شاء الله نكون على وضوء نكون على صلاة غدي ناخدهم ليلة الجمعة نكون موجدهم شاريهم بالخميس صباحا ليلة الجمعة في الليل هي الخميس بالليل غدي نقرأ الفاتحة الكتاب 21 مرة غدي نقرأ سورة الفلق 21 مرة سورة الناس 21 مرة غدي نقرأ آية الكرسي 21 مرة الكافرون 21 مرة سورة الزلزلة 21 مرة وغادي نقرأ هذه الآية الإبطال 21 مرة أعود بالله من الشيطان الرجيم قال موسى ما جئتم بالسحر إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المسيدين غادي نقرأها 21 مرة وغادي نفتح لهذه المكونات غادي يوم الجمعة غادي نلبس واحد الجيل باب مع الوقفة الأدان الأول أو الأدان الثاني الناس من تكونوا مش هو يصليوا واقفين تيصليوا إنتا غادي تكون موجد واحد الفحم واحد المجمر يكون قوي يريد تضيف لها حجرة الفك الحجرة الفك ناخدها تكون صينة وحدة فقط وغادي إن شاء الله ننشعل هذه المجمر وناخد الفاسوخ أم والناس وغادي تحوسخ بهذه المكونات مع حجرات الفك مع حجرات الفك وغادي إن شاء الله الوقت لتتبخري تتخطي المجمر سبعة المرات وتقول يا ربي بطل عني جميع العوارد اللهم أبطل عني إلا كان تقاف اللهم أبسخه عني اللهم أبطله عني بحق بحقي محمد وآلي محمد وانت تتخطى هذاك المجمر سبعة المرات وغادي إن شاء الله نديرها ثلاث جمعات ثلاث جمعات الناس اللي ما عندهمش وقت في يوم الجمعة يديرها تفوسخة ديال السبت تييم زيانة تفوسخة ديال يوم السبت مع الأدان الظهر تييم زيانة إذن ما بقى ليما نقول لكم إلا ديروها بصفو النية تفوسخة رائعة وأكتر من رائعة لأن تفوسخات ديرها بيدك عارفة راسك أشنو تديري بدون أنني التاج إلى شعودة أو طلاصم ونحاول نقرأ ندوم على صورة البقرة تهي تبطل السحر تبطل بقوة إذن صورة البقرة سنقرأها ندوم عليها لإبطال جميع العوارد إذن أحبابي ما بقى ليما نقول لكم إلا حاولوا تخليوا لايك على الفيديو دعموا القناة تفعلوا الجرس أبنوا بحول الله وقوته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة